إذن عشرات التهم وجهت إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد شامب في قضية يرشيف البيت الأبيض فما أخطر ما تضمنته إجمالا هناك 37 تهمة موجهة لترامب منها 31 تهمة منفصلة تتعلق بالاحتفاظ عمدا بمعلومات الدفاع الوطني وبأوراق تتضمن أسرارا نووية والإدلاء ببيانات كاذبة والتآمر لعرقلة العدالة أيضا وتضمنت لائحة الاتهام الاتحادية وثيقة تحمل علامة سري بيانات مقيدة مصابقا تقول إنها تتعلق بالأسلحة النووية للولايات المتحدة وأخرى بالقدرات النووية لدولة أجنبية هناك وثيقة أخرى تحمل أيضا علامة سري للغاية ورمزين يعنيان أنه لا يمكن مشاركة المستندات مع حكومة أجنبية وتوضح لائحة الاتهام أنها تتعلق بالقدرات العسكرية للولايات المتحدة ومن بين الأوراق ست وثائق سرية للغاية تصنف ضمن المواد المتعلقة بأقمار التجسس الصناعية الأمريكية وتقول لائحة الاتهام أن هذه الوثائق تتعلق بالقدرات العسكرية لدول أجنبية تشير أوراق القضية إلى أن ترامب وزع الصندوق التي تحتوي على الوثائق السرية في كل مكان بمقر إقامته في مرالاقو بولاية فلوريدا بما في ذلك داخل الحمامات والمكتب وغرفة نومه أيضا وتقول أيضا أن المنتجع استضاف عشرات الألاف من الضيوف في أكثر من 150 حدثا خلال الوقت الذي كانت فيه الوثائق هناك في الخطوة التالية من المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية فلوريدا الثلاثاء المقبل وفي حالة إدنته يصل الحد الأقصى للسجن الذي يوجوه إلى 20 عاما لعرقلة العدالة